الدكتور بداية الدولة بتولي قطاع الزراعة اهتمام كبير جداً وإحنا ملاحظين ده على يعني مدار الفترة اللي فاتت لو حدرت تكلمنا عن أهمية الزراعة في جنوب الوادي إحنا شايفين تأثير إيجابي لمشروع تشكى على الزراعة بصفة عامة وشايفين إن إحنا تشكى كانت لفترة طويلة إحنا حاسين إنها مشروع وكان باص بقى ولاقين اللي جارة ولكن الحمد لله لقينها ثمار جيدة جداً في البداية يعني ما يحدث في مصر الآن لم يحدث من أكثر من 200 سنة يمكن مش عارف شاهدتنا مجروحة في حق زعيم اتخذ القرار الصحيح الدولة أو لا دولة كان هذا الخيار كان من السهل عليه إنه هو نعيش زي ما كنا عايشين لكن الحياة والمواطن هو اختار القرار الأصعب إن إحنا نبقى دولة وفعلاً يمكن ده كبدنا الكثير يمكن إحنا نبارح في الفترة الفتاح بيقول إن إيه للمواطنين المجهودات والتحديات اللي حوالين الدولة دولة زيادة السكان 25 مليون خلال 10 سنين أو 12 سنة بالإضافة إلى أخواننا ضيوف مصر الأعزاء 9 مليون مواطن أين هي دولة هتتحمل كل هذا الضغط التحديات فقر مائي زيادة عن السكان إذن تحدي قرار قرار جريء نكون أو لا نكون واختار القرار الصعب يمكن إحنا من الأسبوع اللي قبل اللي فات كنا بنشهد افتتاح موسم الحصاد في مستقبل مصر دلتة جديدة إضافة رقعة زراعية للمساحة المنزرعة تحركت المساحة من 6 و 1 من 10 مليون فدان أصبحت 9 و 6 من 10 مليون فدان لما نقول إن الفدان الواح بيكلف 250 ألف جنيه يبقى إذن الدولة بزلت الكثير من الجهد والمال عشان توفير حياة كريمة للمواطن المصري ولما جن يتكلم على الأمح بنقول هو لقمة العيش هو رغيف الخبز لما شوف نبالح إن فخامة رئيس الجمهورية بيقول إن إحنا كان آخر رقم عندنا 68 أرش رغيف الخبز لو حضرانكم فاكرين يتحرك الرقم ده ل 125 أرش وبناخده بشلم إذن الدولة وضعت المحاصيل الاستراتيجية هدف وتنمية المواطن المصري هدف وتوفير احتياجات وتوفير الأمن الغذائي هدف لما بنقول إن إحنا بناخد الأمح من المزارع بسعر أعلى من السعر العالمي يمكن ده برضو لما شوفنا إن الدولة قالت إن أنا بحط سعر استرشادي في بداية الموسم 1600 جنيه قابل للزيادة بمعنى إن إحنا لو الأمح في السعر العالمي ارتفع السعر عن 1600 جنيه بناخده بالسعر العالمي لو يضمن المزارع 1600 جنيه والمزارع هو الاقتصادي الأول يحسب الله يخش جيبه لما نقول إن 2000 جنيه ده أعلى من السعر العالمي إذن بشجعه على الزراعة بشجعه على التوريد شايفين موسم توريد السنة دي هايل يمكن وجه السنة دي الحمد لله كان موسم أمح الظروف المناخية يمكن ربنا بيحب البلد دي يعني شوفنا قد إيه الرئيس حنون بالشعب والشعب أخيرا وجد من يرفق ويتبطب عليه زي ما هو قال في بداية توليه لما قال لنا أنا عايز ناس تقوم معاه سبعة الصبح فعلا بدأنا كله بيشتغل دلوقتي كله عاوز ينتج لما نقول إن إحنا وصلنا لخط الفقر المائي 500 متر مكعب للفرد يوم 500 متر مكعب نصيب الفرد في السنة المصري ده وصلنا لمرحلة فقر مائي يبقى إذن الاستفادة من كل قطرة مية وده للدولة فعلا دكتور الشغال عليه خلال الفترة اللي فاتت ويمكن الرئيس زي ما حاجز ذكرته احنا من فموس وحصاد الأمحة في مستقبل مصر ودلوقتي بنتكلم عن تشكة وجنوب الوادي فيه اهتمام كبير من رئيس بنفسه سواء فيه افتتاحيات المواسم مواسم الحصاد أو حتى فيه المتابعة والاجتماعات الدورية بهذا الشأن